في الأول من شهر ديسمبر تحيي دول العالم سنوياً اليوم العالمي للأيدز ويتحد الناس لإظهار الدعم للمصابين وتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب هذا المرض وفي عام 2020 تسببت جائحة كورونا في صب مزيد من الاهتمام على قضايا الصحة وأثارها على جميع الأصعدة وأظهر فيروس كورونا أن أحداً ليس بمأمن حتى يصبح الجميع آمنين في تقريرنا التالي نضيء على المرض الذي سمي طاعون القرن العشرين وكيف تأثر المصابون به بانشغال العالم بفيروس كورونا علمت أنها مصابة بفيروس الإيدز عام 2008 أثناء الحمل على إثرها بشرت تناول العلاج المضاد للفيروسات القهرية وأنجبت طفلاً سليماً الآن لديها ثلاثة أطفال وهم بالإضافة إلى الأب غير مصابون لقد أصبحنا في عام 2020 وأنا بخير وصحة جيدة لقد أنقذ العلاج حياتي بعد أن كنت على وشك الموت ولم يتوقع أحد النجاة تقول يلينا أن عدد مكالمات المصابين بفيروس الإيدز الوارد على الخط الساخن ازدادت منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا ما يقلقهم هو كيفية تأثير الفيروس التاجي على الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز وتوفر الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة قمنا بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بنا واتصلنا بمراكز الإيدز في جميع المناطق وضعنا أرقام الاتصال حيث يمكن للمصابين اللجوء للحصول على العلاج إما أن يأتوا ويستلموها بأنفسهم أو نرسلها لهم عبر البريد بلغ عدد وفيات المصابين بفيروس الإيدز في أوكرانيا خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 28500 أكثر الإصابات توزعت على الأقاليم التالية إدنبرا بيتروسك 23% أوديسا ودنيتزك ما يقرب من 12% وبالعموم يموت الرجال بمعدل الضعف أكثر من النساء الطريقة الأكثر شيوعا للإصابة هي الاتصال الجنسي غير المحمي في المرتبة الثانية تأتي حقن المخدرات يقول الأطباء إن معدل الوفيات المرتفع يرجع إلى انخفاض مستوى اختبار الفيروس على الرغم من توفره حتى لدى طبيب الأسرة خلال الجائحة الحالية زاد عدد حالات الكشف عن المصابين بفيروس الإيدز والسبب هو ضرورة خضوع المرضى المشتبه بإصاباتهم بكورونا لمجموعة كاملة من الاختبارات وفي كييف تم التعرف على 20 مصابا بفيروس كورونا من بين أكثر من 12 ألفا مسجلين في مركز الإيدز يقترح الأطباء أن الأشخاص المصابين بالإيدز أقلوا عرضة للإصابة بكوفيد-19 بسبب العلاج المضاد للفيروسات القهرية الفيروساني يقعان ضمن عائلة فيروسات الحمد النووي الريبوزي وقد يتداخل العلاج المضاد للفيروسات القهرية جزئيا مع الفيروسات الأخرى وهناك اعتقاد أن المرضى الذين يتلقون هذا العلاج محميون من فيروس كورونا تخضع مراكز الإيدز اليوم لحجر صحي صارم وفيها يقبل فقط أولئك الذين شخصت إصابتهم حديثا بفيروس الإيدز ويحتاجون إلى فحص طبي ويجري تسليم الأدوية المضادة للفيروسات القهرية للمرضى عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين أو ترسل لهم عبر البريد